رئيس التركي رجب طيب أردغان لا يخفي نواياه التوسعية لكنه يفصح عنها اتباعاً وتأتي خطة أردغان لإنشاء المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا وإعادة توطين اللاجئين فيها ترجمة لهذه النوايا لكن المحللين يعتبرونها امتداداً لتاريخ ترتبط جذوره بالسلطرة العثمانية فبعد حرب البلقان الثاني عام 1913 هرب أكثر من سبعة ملايين مسلم إلى الأراضي العثمانية لكن سرعان ما هجرتهم السلطنة قصرياً إلى مناطق حدودية لتخفيف الأقليات الدينية وأعادت السلطات العثمانية توطين الشركس الهاربين من الإبادة الجماعية في المحافظات السورية التابعة للسلطنة وفي نهاية الحرب العالمية الأولى تعرض الأرمن والأشوريون والكلدانيون لمذابح وصفت بالإبادة الجماعية وبعد اتفاقية التبادل السكاني بين اليونان والتركيا عام 23 تحول الاهتمام التركي إلى الأقلية الكردية التي حوصرت في المقاطعات الغربية وعام 34 أصدرت السلطات التركية قانوناً لإعادة التوطين واستعاب الأقليات العرقية وشملت تدبيره النقل القصري للسكان داخل البلد لتعزيز التجانس الثقافي لعبت الهندسة الديمغرافية والتهجير القصري دوراً رئيسياً في تطور الجمهورية التركية ويعتمد أردغان اليوم السياسة نفسها فعبر الرئيس التركي عن طموحاته صراحة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأواخر أكتوبر الماضي قال أردغان للصحفيين إن العرب أنسب لجمال سوريا وعلل موقفه بأن تلك المناطق ليست مناسبة لأنماط حياة الأكراد لأنها صحراوية